بسم الله الرحمن الرحيم أثبت العلم الحديث أن الذرة لها ثقل محدد ويختلف وزن الذرة بحسب نوعها ولذلك لا يكفي أن نقول مثلا عنصر الحديد إنما ينبغي أن نضع بجانبه وزنه الذري لأن الحديد له عدد من النظائر تختلف حسب الوزن الذري لذلك قال تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة فتأملوا معي كلمة مثقال التي تشير إلى وجود ثقل معتبر للذرة في زمن لم يكن أحد يعلم شيئا عن وزن الذرة لقد وردت كلمة ذرة في القرآن ست مرات ودائما تسبقها كلمة مثقال ليؤكد لنا الله تبارك وتعالى على أن للذرة ثقلا أو وزنا وأن كل ذرة إنما تحدد بهذا الثقل أو ما يسمى حديثا بالوزن الذري لذلك إذا فتحنا أي مرجع علمي نجد أن العلماء يكتبون اسم الذرة وإلى جانبها وزنها الذري وهذا ما فعله القرآن في جميع الآيات التي تحدثت عن الذرة حيث ارتبطت كلمة مثقال بكلمة ذرة قال تبارك وتعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فسبحان الله موسيقى